السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع إفادة الحسن الجديدة اليوم لدينا نص وظيف بعنوان الاعتراف بالفضل فضيلة لكن قبل الخوض في الإجابة عن الأسئلة سنجيب على هذين السؤالين المتعلقين بالملاحظة والتوقعات السؤال الأول أشرح ما يدعو إليه عنوان النص كما نرى هنا في نوع العنوان النص وهذا الاعتراف بالفضل فضيلة يعني إلى ما يدعو هذا العنوان في نظركم يدعو إلى الاعتراف بفضل الناس علينا أو الاعتراف بفضل من قدموا لنا معروفان أو خدمتان يجب دائما أن نعترف بفضلهم ونشكرهم ونقول كإجابة على هذا السؤال يدعو عنوان النص إلى الاعتراف بفضل من أسدى إلينا معروفا لأن الاعتراف بحد ذاته فضيلة وسمة لأصحاب النفوس السامية السؤال الثاني يقول أتوقع موضوع الحوار بين التمساح والفرس يعني هنا في الصورة تنشوف فرس وتمساح يعني على ضفة نهر ويبدو على أنهما في حوار ويتكلمان شنو توقع ديالك حول الحوار الذي يدور بينهم علش يمكن يكونوا كيتكلموا أنا في نظاري يعني من خلال العنوان كنظن بأنهم يعني كي نقشوا موضوع ديال الفضل والاعتراف بالفضل سؤال الثاني أتوقع أن موضوع الحوار بين التمساح والفرس سيكون حول فضل الاعتراف بالجميل وشكر صاحبي على الفضل سأترك لكم قراءة النص اقرأوه يعني مرات عديدة يعني كي تفهموه ويعني تستخلصوا المغزى منه ونمر مباشرة إلى الأسئلة أغني معجمي أكمل شبكة المعاني وأحدد معنى الكلمة في النص الكلمة هي ارتقى عندها هنا يعني مركبنا في جمل يعني في ثلاث جمل ارتقى الأمير على العرش ارتقى المتسلق الجبلة وارتقى في مستواه الاجتماعي يعني خذنا نحدد هنا المعنى دي لكل كلمة حسب صياقها في الجملة هنا المعنى الأول ارتقى الأمير على العرش يعني تولى العرش ها هي ارتقى الأمير على العرش تولى ارتقى المتسلق الجبلة يعني ساعده وتسلقه ارتقى في مستواه الاجتماعي يعني تميز وتقدم ويعني ازدهر والسياق اللي جاعدنا احنا في النص نرتقي في النص يعني نتقدم ونتطور معنى نرتقي في النص يعني نتقدم ونتطور اكمل شبكة المفرادات المفرادات عندنا هنا نهر يعني احنا خصنا نكمل المفرادات يعني الكلمات المتعلقة بالنهر هناك كلمات عديدة انا اكتفيت بعض الكلمات يعني تم اعطي النار بعض الاماكن ماء حجارة اسماك اعشاب شلال يعني هناك مفرادات عديدة ضفة ما الفرق بين الفرس والفرسة الفرس والفرسة نقول بان الفرسة او الفرس هو اللول الفرس هي كلمة تتلقى على الخيل يعني الخيل ولا الحسان سواء كان ذكر او انثى يعني كيفما كان الحسان كان ذكر ولا انثى كنسميوه الفرس اما الفرسة هي فقط تتلقى على الانثى كلمة تتلقى على انثى الخيل او الحسان اذكر كل عبارة وردت في الفقرة الاخيرة مع ضدها يعني فقرة الاخيرة وردنا يعني وردات اللي عندنا بزاك تيل المفرادات يعني كل واحدة ضدها في الفقرة الاخيرة لدينا الاعتراف بالجميل او بالفضل ضده النكران نقوم نقعد نرتقي ننحني يزيد العطاء هذه النقطة يزيد العطاء ضدها تنكمش الايادي يكثر البذل يسود الجفاء والعذل شوفوا السؤال الخامس ابحث في القاموس عن معناي تنفق والسائس تنفق هذه الكلمات تتلقى على موت الحيوانات يعني مني كتموت الحيوانات ما كنقولوش مات الحصان ولا مات القط ولا الحيوانات كنقولو نفقت تنفق الحيوانات يعني تموت تنفق السائس الشخص الذي يرعى الاحصنة ويهتم بها جاءت هذه الكلمات دي الاسائس في النص يعني الشخص الذي يرعى الاحصنة ويهتم بها أفهم وأفكر أحدد نوع النص وبنيته يعني النص الذي بين أيدينا هو عبارة عن قصة سردية النص عبارة عن قصة سردية أحدد الفقرة التي لها سلة وثيقة بالعنوان وأبرر لماذا الفقرة الأخيرة هي التي لها سلة وثيقة بالعنوان يعني الاعتراف بالفضل نعم الفقرة التي لها سلة وثيقة بالعنوان هي الفقرة الأخيرة لماذا؟ لأن من خلالها يبرز لنا الكاتب أهمية الاعتراف بالفضل ومساوي النقراني السؤال الرابع أو الثالث متى تم إجلاء الفرس في الضغل؟ يعني فقش تتردات من الإستابل تم إجلاء الفرس في الضغل عندما تقدمت في السن رهقلتها ولم تعد قادرة على الإنجاب وعندما سقطت في حفرة فأمر سيدها بإجلاءها السؤال الرابع هل كان ماء النهر مشاعن بين الحيوانات جميعها ولم كما شفنا لم يكن النهر مشاعن بين الحيوانات جميعا لأن التمسح كان مهيمنا عليه يعني الحيوانات التي تجي تشرب لا يجعلها يمنعها ويطلبوا مقابل مقابل ذاك الشرب يطلبوا وجبة دا سيمة قلنا لا لم يكن النهر مشاعن بين الحيوانات جميعها لأن التمسح كان مهيمنا عليه ولا يسمح لأي حيوان بالشرب منه إلا مقابل وجبة سؤال خامس أضفى الكاتب على الحيوانين صفات إنسانية صفات إنسانية أذكرها ما هي الصفات الإنسانية التي أضفها الكاتب على الحيوانين هي أول حاجة الكلام يعني الكلام هي من صفات الإنسان هو أضفها على الفرس والتمسح الغضب عندما غضب التمسح نعم عندما غضب التمسح والإحساس عندما أحستي الفرس بالظلم ونقراني الجامل هذا هو الجواب الصفات الإنسانية التي أضفها الكاتب على الحيوانين هي الكلام الغضب والإحساس أحدد فكرة النص العامة ثم ألخصه الفكرة العامة هي أهمية الاعتراف بالفضل وتأثيره الإيجابي على نفسية الآخرين بالنسبة للخص النص النص عبارة عن قصة يرويها حكيم حول هذه الواو حول فضائل الاعتراف بالفضل والتي كان بطلها يعني كان بطلها يعني دي القصة كان بطلها الفرس والتمسح حيث وجدت الفرس تمساحا عند النهر عندما كانت تحاول أن تشرب منه فمنعها وطلب منها مقابلا حينها بدأت الفرس في سرد قصتها الأليمة وما تعرضت له من نكران جميل وجهود من طرف صغارها وسيدها وكذلك سائسها وعندما سمعت تمساح القصة سمح لها بالشرب دون مقابل ومن خلال هذه القصة أبرز لنا الكاتب أهمية الاعتراف بالفضل لما له من تأثيرات على نفسية الفرد يروج النص لقيم البر بالوالدين والصداقة والاعتراف بالجميل أذكر عبارات النص الدالة عليها البر بالوالدين العبارة الدل عليها فهي للأسف لم يعرني صغار الذين وضعتهم بالا الصداقة حتى سائسي الذي أمضيت معه سنوات جميلة تنكر لي الاعتراف بالجميل لا أحد أتا ليلقي علي نظرة شفقة عرفانا بما قدمته لهم أبدي رأيي في سلوك السائس والأمهار تجاه الفرس أتاعم رأيي بآية قرآنية أو حديث شريف أو شعر سلوك السائس والأمهار تجاه الفرس تصرف غير لائق ويحز في النفس الآية الكريمة التي استشهدت بها هي يقول الله تعالى وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُوا لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا أَلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ سورة البقرة الآية 237 أستثمر لا أحقق توقعي أقرأ وأتحقق عفوا أقرأ وأتحقق أعبروا هل صدقت توقعاتي أم لم تصدق وأبرروا لماذا شنو التوقعات اللي قلنا في الأول يعني شنو توقعنا الحوار الذي سيدور بين التمساح والفرس قلنا بأننا نقدروا يكونوا غايتكلمون على الموضوع ديال الفضل يعني الاحتراف بالفضل وبالجميل وشكري صاحب الفضل وهنا نقدروا نقولوا بأن التوقعات لقد صدقت توقعاتنا نمر الآن إلى استثمر أعيد قراءة الفقرة الأخيرة بعد جعل بعض أفعالها الناقصة من الأفعال الخمسة ستخرجوا بعض الأفعال وتقدروا تقرؤها يعني تعودوا تقرأ الفقرة يعني تحولوا الأفعال الناقصة إلى أفعال يعني تحولوها إلى الأفعال الخمسة نقوم، تقومون، نرتقي، ترتقون، ونقعد، تقعدان يعني قلنا الأفعال الخمسة هي الأفعال التي تسند إليها وهو الجماعة ألف إثنين وهي المخاطبة هنا تم طلبنا الأفعال الناقصة يعني التي يعني معتلة الآخر هي الأفعال الناقصة نحن درنا يعني نقوم ونقعد يعني وخم ليست بأفعال ناقصة أملأ الجدولة من النص يعني ستخرجوا العبارة الدلة على الوصف العبارة الدلة على المعاملة الحسنة والعبارة الدلة على المعاملة السيئة يعني هاتش كله ستخرجوا من النص العبارة الدلة على الوصف هي هارما، دسما، ناعمة، رهيبيني العبارة الدل على المعاملة الحسنة يسكنونني في استبل مفروش برمال ناعمة يعلفونني مربطي ينظف بعناية أشرب ماء صافيا العبارة الدل على المعاملة السيئة أخرجني سيدي وربطني تحت شمس الصيف ووابل أمطار الشتاء ما عاد أحد يقلم حوافري لم يعرني صغاري الذين وضعتهم بالا حتى سائسي تنكر لي يعني هذه العبارة كلها قد دل على المعاملة السيئة للفرس وبهاك نكونوا سالين الحصة دي الندية اليوم إلى حصة مقبلة بحول الله